بي بي بوزيتف لليوم معنا دكتر مادونا سالمي آيانيون استاذي جمعية متخاصصة بإدارة الموارد البشرية وموضوعنا رح يكون استخدام السوشال ميديا بالأعمال بالريادة وبتطوير المهارات وستارت اوبس اللي كتير عم نسمع فيهن هاليوم أهلا وسهلا فيك تانكيو كاتيا بونجور لألك ولكل المشاهدين التوجه كتير كبير يعني لأنه نكون عندنا حتى البزنس طبعنا من خلال السوشال ميديا هالشي هل هو صحي اقتصاديا اجتماعيا وهل هو فعلا معمول لكل العالم يعني كل بروفايل الناس بقدر يعمل هكي شي هلا لنقدر نفهم أكتر هيدا الموضوع مهم ننظر لنقطتين أساسيتين يلي هي أول شي كيفية عمل الشركات اليوم كيف التغير صار مع التكنولوجيا التقدم التكنولوجيا ومع العالمة وبزيت الوقت نفهم المستهلك اليوم شو متطلباته شو تطلعاته وكيف عم يتصرف وعم يتفاعل مع التكنولوجيا فأكيد هالموضوع كتير كبير بس لنقدر نفهمه لازم نعرف اليوم أن الشركة بالمطلق غيرت طريقة عملها غيرت البزنس موديل تبعها مجبورة صارت تتفاعل بطريقة أسرع مع المستهلك ونفتح لأفاق جديدة عدد مستهلكين أوسع وعادة تواصل مع مصدرين من مختلف البلدين هذا الشيء أكيد بيعطيهم أفانتاج كومبتيتيف وميزة تنافسية بتخليهم يحصلوا أكيد على جودة أفضل وعلى سعر أفضل كمان وبخليهم يتواصلوا بطريقة بتكون أسرع ولمصلحة المستهلك أكتر الشركات الكبيرة يعني إذا ما بتلاقيها على السوشال ميديا خلص هذا اللي عم ندوله مزبوط بس الشركات اللي عم تبدأ جديد والشركات الصغيرة كمان ما عندها بلاتفورم إلا هيدا هلأ مزبوط هيدا التغير الجزري اللي صار أنه قبل بطريقة التفكير اليوم من الانطلاء التأسيس حيالة الشركة بتفكر أنه كيف رح تكون موجودة على السوشال ميديا وكيف رح تقدر تستفيد من الأدفانتاجز يلي مواقع التواصل الاجتماعية بتقدم لها إياها وتخليها يقدروا ينمو ويكبروا بطريقة أسرع من خلالها نوع تاستين كمان أكيد سهو تاستين لأنه التفاعل سريع لأنه التفاعل سريع ولأنه الresponsiveness وتفاعل الناس معهم عم بيكون بطريقة شفافة إن كانت positive أو negative اليوم تقدر حيالة الشركة تعمل تاست تقدر شوف كيف الأشخاص عم تتفاعل معها إذا أريد الكريتسيزم يعني الانتقاد يلي كتير قوات فيه يكون بناء ويساعدهم إنه يأخذوا corrective action وهذا الشي كتير مهم لإلهم ليأخذوا feedback من المستهلك بس يلي بدي أقوله إنه اليوم في عنا كمان كاتيجوري من الأشخاص يلي نحنا منسميه جيل الألفية بيتراوح أعمارهم بين 22 و 37 سنة هني منسميهم الميلانيال هالأشخاص عندهم حتى نظرة للبزنس ولا الشراء تختلف عن traditional consumer أو المستهلك يلي عادة الطريقة اللي كنا نشتغل فيها أصلا هالأشخاص هني دايما على تواصل مستمر بيستعملوا الموبايل تابعهم كوسيلة أولية لينبشوا على الproduct أو السيرفيس يلي هني بدون يه وكمان عندهم نظرة لحياتهم بتختلف فهني بهمهم بزيت الوقت إنه يكون عندهم إكيليبر بين عائلتهم وحياتهم الشخصية وعملهم من شون هيك بيلجأوا بأكتريتهم لشي اسمه entrepreneurship أو ريادة الأعمال والتكنولوجيا بشكل خاص خلقت شي اسمه entrepreneurship يلي هي ريادة الأعمال من خلال مواقع التواصل الاجتماعية سو أكيد نظراً للفوائد الكبيرة يلي هالموضوع بقدمنون إيها بيقدر الشخص يتحكم بوقت عمله بيقدر يتحكم بالفوليوم أو نطاق كده يكبر كده يزغر من عمله وفيه قوانين أقل يعني قيود أنونية أقل بتهين لكل شخص اليوم حابب يقوم بحيالة مبادرة يفرج مهاراته عنده شي بلاستيك أو بيقدر هو يقوم فيه إن كان صناعة عسل إن كان بغنة يمكن بيعزف عائلة موسيقية سوى اليوم أبسط الأمور عم نقدر نتواصل ونفرجها للعالم العالم عم تتفاعل معك وعم بيكون فيه ما بتعف في مين عم بيشوفيك ما بتعف في كيف الـ opportunities عم تجي سوى تقدر اليوم الأشخاص تعمل monetization أو تطلع ما صاري من خلال السوشال ميديا هن وعم بيكونوا بذات الوقت عم بيعملوا موضوع بيحبوا هلأ يعني فيه أوقات الشغل كله بيصير على السوشال ميديا مزبوط وفيه أوقات السوشال ميديا هي وسيلة لحتى لتكون تعمل تعمل بروموشن يعني أوقات خلاص هيدا مزبوط اليوم عالم الماركتينج تغير سوى اليوم الوسيلة الأولى يلي بتلجأ لك كافة الشركات أو الـ start-up الجديد هي أول شي بفكروا فيه أنه اليوم كيف نكون موجودين على مواقع التواصل الاجتماعية مثل ما أنا الفوائد اكتر الكلفة أقل بتتحكم بالكمية يلي عم تنتجيها حسب الطلب فيه اليوم الـ delivery صارت أسرع 3-4 الشركة تقدر توصلك حيالا الشي بتطلبيه من خلال بنهار واحد وبذات الوقت حياتنا تغيرت سوى نحن اليوم منفضل نشرب طريقة أسرع منفضل ننظر للأصص ضغرة على الانترنت عجل تستير بلبنان كمانا ما بتلعب دور إضافة سوى العالم بتجرب قد ما فيها تنبش على الأصص من خلال السوشال ميديا وبترجع يا بترجع بتروح بتشوفها لأنه في بعد شوي resistance في بعد قلة تثقة شوي بالـ product وبالنوعية وبالجودة اللي رح تطلع على السوشال ميديا سوى الناس عندها خيار يا أما تروح تشوفهم live وترجع أساسها تقرر إذا بتشتري أو لا يا أما بتاخد risk أو عبر السوشال ميديا بنائس كيف بيصير؟ عبر السوشال ميديا هي فيها تكون سي لاحظوا حدين لأنه اليوم قد ما بتكبره وقد ما بتحكي عن حالك إذا ما فيه مصدائية كله رح يبين سوى اليوم المستهلك بيتفاعل بطريقة سريعة بيخبر كل شي إذا ما بسوت رح يقوله وإذا كان سار disappointed أو ما كانت السيرفيس أو البرودكت مطابق للشركة واصفته كمانا رح يعبر عن انزعاجه وعبر السوشال ميديا من شنهيك كتير مهم اليوم لحياة لشخص متواجد على السوشال ميديا أنه يكون عنده شفافية مصدائية ودايما يكون عنده تجدد بالمحتوى اللي هو عم بقدمه لأنه المستهلك يكون فيه شي جديد وبيقلب اللويلتي اليوم اللي كنا قبل نشوفها أكتر للبراند لأنه يكون فيه ماركة واحدة نكون مخصصين لأكتر أو اللويل لإله اليوم منشوفه منسمع عن كتير أمور جديدة براندز جديدة عم تطلع سوما نقول why not وعلى السوشال ميديا بيصير فيه تستيمونيا يعني من الأشخاص ضغرة بتعبر مثل ما إلنا هالشي يا بيشجع ناس آخرين أنه يلحقون ويجربون مثلون أو كمان الشركة بتاخد إجراءات مع العلم أنه يعني المستخدم أول شي أو تاني من بعد ما يتعرف على البروداكت أو الشركة أو إلى آخره بيروح على ريفيوز ضغرة موظبوط اليوم أهم أكتر ما في مصدقية للبروموشن أكيد لأنه اليوم منتعلم من بعد سو اليوم فيها تكون شركة حتى ووعدة وقالي أنه أنا الكاليتي طبعي هيك أو البروداكت طبعي اللي له هالخصائص وهالمعطيات وهالأمور سو اليوم إذا شخص واحد استعمله رح يعبر عن اندعاجه سو أهم شي حتى بس نحجز أوتيل بس نحجز حيال البروداكت منها نشتري كتير مهم اليوم المصدقية الشركة يكون عندها إياها لأنه كل شي رح يبين سو مثل ما قلت من تصرف المستهلك أنه أول شي بيطلع له هو الريفيوز إذا كانوا صادقين بالوعود اللي حطوها لقلهم بالجودة اللي هن وعدوا فيها سو هالشي بنعكس إيجابيا أو سلبيا على تكبير وتطوير البزنس اللي هن فيه نحن ما نبلش ستارتاب على السوشيل ميديا شو ما كان نوعه لأنه منكون حابينه أو بلكي عنا مهارات فيه أو بلكي مأمنين فيه بس مش ضروري نوصل للساكسس المطلوب مزبوط شو البروفايل حتى للواحد يعني يقدر يكون ناجح بالشي اللي عم يعملو مزبوط سو اليوم مثل ما قلنا السوشيل ميديا عم بتكون هي بلاتفورم لشخص فيكون كوميدي فيكون عنده هبي معينة إن كان بحب طبخ إن كان بحب يعمل حيالة برودكت سويتس كيكس عم نشوف في كتير أشخاص عم بتبلش وتبلش تسوي البرودكت طبعه على السوشيل ميديا بس شو اللي بيخلي هالشي يكون فيه استمرارية لأله لأنه هيدا هو أساس ناجحة يلا شغل يعني نحنا ما نحبين نعمل ضربة نفوت شوية ما صار وبعد نخلص لا عم نحكي عن نقدر ننشو أشغال مستمرة وبتدخل دخل مادة لهالأشخاص سو أهمية القصص مثل ما قلنا أول شي الشفافية التجدد بالمضمون سو اليوم الكرياتيفتي والكونتنت هن أكتر عاملين أساسية بخلي المستهلك دايما ناطر شو رح تقدمو لنا والعالم اليوم قدما صار وكله بيقش شو عم بيعمل شو عم بيلبس شو عمل بالبيرس دايز تابعون أو بالإيفنت تابعون سو كله بنبش على شي جديد على شي يونيك على شي سبيسيال بيخليه أنه يكون هو سبق باتباع ترنز جديد اليوم على السوشيال ميديا سو أهم شي التجدد بالمضمون الشفافية والبرسيفيرنس يعني يكون عنا دايما انتظام مش نهار نعمل بوستينج لتساي عبرودكت معي نرجع نختفي لأنه المستهلك بينسا سو بدو يضل في دايما تجدد دايما في ما تركاج بس كترته يعني بطريقة مدروسة لأنه كترته راح تكون كمانا أوقات العالم مزعجة سو لازم بواحد يعمل the right balance شو يحط أمتين يحط ويستعمل يستفيد من الكلاينتز طبعه يلي كانوا مبسوطين لأنه لأكتر شي بأسروا على الكريديبيلتي طبعه وبيشجعوا ناس آخرين أنه يستعملوا البرودكت أو السيريز وهون استكشاف الماركت عبر السوشيال ميديا كمانا يعني عنده أوانينه بس كمانا بيسهل كتير يعني بدل ما تكون عم تنزلي على الأرض وتجرب وتخسر مسار بينما كنت استكشفت الماركت عم تستكشفي عبر السوشيال ميديا مزبوط السوشيال ميديا من أكتر الأدفانتجز الأهم عندها أنه اليوم تقدر بكل فقليلة تقدر تحصل على فيدباك أو تحضر على رأي أراء مستهلكين أو حتى مستوردين أو حتى حيلا ستيكهولدر معقول يكون بيتدخل معك بعملية شغلي فاليوم في كتير شركات بيتطبعوا لصبل مختلفة بالماركتنج أو بالتستنج لليجراون في كتير شركات نشوفها ما بتنزل أول شي الاسم الأساسي بتعمل تجربة من خلال السوشيال ميديا حتى الشركات الجديدة بيشتغلوا على الساسبنس أنه what is ahead شو اللي نطركن شو رح يكون شو في جديد شو رح يطلع سو بيستعملوا هالوسائل وحتى حيلا اليوم بوست بينزل من أهم الشركات رح يكون إن كان معلنين إن كان على الديزاين إن كان على الكونتنج رح كل شخص يشارك رأيو ويشوف سو اليوم أسهل للشركة أنه تعمل تصحيح أو تتجاوب بطريقة أسرع مع شو عم تطلب مننا الأودينس سو اليوم إذا عم بتقول حصلنا على كذا فيتباك إنه ياريت بتكونوا أفيلبل بمنطقة بيروت أو ياريت فيكن تواصلونا هالنوع البروداكت أو ياريت بتصدروا هيدا النوع أو بتصنعوا هيدا النوع سو اليوم الشركة عم تحصل على هالمعلومات فيتباك يليك عم بيساعد يعني برينستورمين عم بيصير مع الكلائنس تاستينج أكتر عم بتصير معهم ومع التفاعل اللي عم بياخدوا من هالأشخاص عم بتساعدهم هن يا أما يجددوا يصير فيه تجدد بطريقة عملهم بالبروداكت اللي عم بيقدموه ويقدروا كمانا يلبوا المستهلك طبعا بطريقة أفضل هيدا الشي مدر للشركة الكبيرة اليوم الشركة الكبيرة فهمت إنه هيكلية الأديمية اللي كان عندها إياها أو نسميها الرجد الهيراركي اللي كانوا يتبعوها اليوم أبدا منا ناشحة سواليوم كلهم عم بيغيروا هيكلية عملهم خلق وظائف جديدة التغت وظائف أخرى وهيدا الشي كان له عامل أساسي إنه يخلي الناس تلجأ لريادة الأعمال ليه لأنه كان فيه شخص له عشرين ثلاثين أو حتى أربعين سنة بيشركة معينة بيشتغل بيعمل شغله بطريقة ممتازة ما فيه ولا نقطة صوداء على ملفه لقى حاله لسبب ما أنه واضح استغنى عن خدماته صار فيه ريستركترينج الشركة اليوم مجبورة تتفاعل بطريقة أسرع مع تغيرات اللي عم بتصير سو هالأشخاص اللي ما بطل عنده سئة اليوم بهالشركة الكبيرة عم بتفضل تلجأ لريادة الأعمال ليكون عنده شغلة وتقدر تتحكم فيه هنا كمان أبانتاج ما فيه عمر يعني ما فيه عمر أبدا فيه عمر لا تبلش يشغل على الأرض فيه عمر لا تكملي بشغل على الأرض بس ما فيه عمر للسوشال ميديا إذا كنت عم تختاري صح مضبوط سو اليوم منشوف أولاد صغار عندهم موهبة معينة عم بيقدروا يظهروا عم بتقدر تبين بيرجعوا كمان بيقدروا بعدين ينموها أو حتى شخص متل ما إنه ست يمكن عنده بتعمل مونة بتعمل كوكيز عنده بتحب ترسم مع وظيفة سيبت عنده يا هالشخص أو حتى بمختلف الأوقات عم بتكون هي أساس عملهم أساس الدخل لألون هلأ أكيد نحن شوية بمنطقتنا بعد بدنا وقت أكتر للمستهلك يعني يعمل هالشفت كومبليتلي إنه يشتري ويوسق باللي محطوط على المواقع التواصل بس إنه إفنتشلي يعني إن كان بعد عشرين سنة أو أقل يمكن فهيدي هي اللي راح تكون الوسيلة الأولى اليوم للتواصل مع الأشخاص ولإنشاء المؤسسات دكتور مادونا السلامة أيني أهلا وسهلا فيك استخدام السوشيال ميديا اليوم إن كان لريادة أو لتطوير المهارات اللي كمان نقدر نحكي عنه لأنه الشخص يتعلم أونلاين ويطور كل شغله من وراء الخبرات اللي بتكون كمان أونلاين أهلا وسهلا فيك شكرا للمشاهدة ونرجع من تابعة لايف شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة